تزايد حالات الخطف والاعتقال في الشمال السوري دفع فريق منسق الاستجابة لإصدار بيان تحذيري من تفاقم الوضع الإنساني والأمني بالمنطقة البيان أفاد بأن العديد من الجهات العاملة في الشمال السوري تقوم بممارسة الضغوط على العاملين في المجال الإغاثي والإنساني موضحا توقف بعض المنظمة والهيئات الإنسانية عن العمل في عدد من المناطق المحررة كما حذر من توقف منظمات جديدة عن تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين بيان الفريق طالب الجهات الخاطفة بإطلاق سراح كافة الموظفين والعاملين الإنسانيين دون قيود أو شروط مسبقة كما أدان الانتهاكات باعتبارها تصرفات غير مسؤولة مشيرا إلى أن آخر الانتهاكات كانت باختطاف عبد الرزاق عوض مدير البرنامج الغذائي لدى منظمة بنفسج في مدينة إدلب احتجاز مدير مشروع الإغاثة في منظمة بنفسج قال عنه إعلامي في تحرير الشام إنه جاء لتورطه بقضية اختلاس مبلغ 100 ألف دولار أمريكي دون أن يوضح كيفية معرفتهم بذلك منظمة بنفسج أوقفت عددا من نشاطاتها اعتراضا على احتجاز أحد كوادرها من قبل ما تسمى حكومة الإنقاذ كما أكدت أنها ستصدر بيانا توضح فيه ادعاءات تحرير الشام حول الحادثة ترجمة نانسي قنقر